يعني الشغلات بين الزوجين والشغلات الخاصة بينهم كم أحد يتدخل بها الإنسان لازم يكون واثق من زوجها أساساً لا ينبش بغراضها ولا هذي شكة الشكة هذا مرض أنا ما أسمح لأن أنا أقعد أنبش بغراض زوجي ولا أن أرضه على أي حاج والله يشوف إذا واثق فيها زين مفرض ما يفحص تلفونها وإذا كان شاك فيها ولا شيء أكيد بيفحص يعني بس أهم شيء الثقة يعني أساس حياتها ما تتدمر يعني فأهم شيء الثقة بين الريال والمر يعني أساس أنه يكمل حياته هذي بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً قبل لا أعلق على اللي يتفضلوا فيه الأخوة من كلام جميل جداً طبعاً للمشاركة أحباب الكرام يعني اللي يرغب المشاركة إذا كان بالعربي يرسل حرف لام والرقم ظاهر عندكم بالشاشة أو حرف ال بالإنجليزي مع الأرقام الموجودة عندكم طبعاً هذه الأسئلة والاستفتاء والاستفتاء والكلام الجميل جداً من أخواننا في حياتنا الواقعية ترى عندنا من معظة نسميهم أصدقائنا أنت لو تركت بوكك و المحفظة على الطاولة بعض الناس لا شعورياً لأنه تعلم على هذا النمط من الحياة و من السلوك و من الطبيعة يفتح و يبي يطالع أورقة أنت يمكن تجعلها مقلوبة على الطاولة عندك بعض الناس ما يرتاح إلا لما يقلب و يشوف شنو فيها بعض الأخوات لربما تترك شنطتها لكن صديقاتها و زميلاتها ما ترتاح إلا لما تأخذ نظرة و الطالع داخل و ذاك اليوم صار موقف يعني إحدى الأخوات فاتح اللابتوب و جالس معاها أحد الناس بالقرب منها ما ارتاح إلا لما يطالع الشاشة شنو فيها زي الله ربما صور خاصة معلومات أمور هذا التطفل هذا الإنسان الفضولي أو حتى مثل ما قالوا للأخوة يعني بالستيديو اللي يسمونه الحشري هذا يحشر من أخيره بكل حاجة زي هذا الإنسان يعني عندنا ترى مذموم الناس ما يحبونه و حتى في بعض الأحيان يتعمدون أن يقضون حاجاتهم و أمورهم بالسر لربما ما يتكلمون أمامه لربما يدرون أن هذه الخصلة المرضية اللي فيه ما رح تشفى إلا لما ماذا لما نعطيه بكلام قاسي بوجهه خاصة إحنا لما نتكلم في أمور بين الأزواج ترى بعض الأحيان إحنا لما نتكلم عن هذه الأمور ترى توصل إلى أمر سيء إلى الطلاق إلى الانفصال إلى أن الزوج ينفر و يكره زوجته أو الزوجة تكره هذا الزوج لأنه عاش في حياة من الشك الشك تعزز و استند على ماذا على التطفل على الفضولي على أنه ملقوف على أنه يحشر نفسه و يدخل نفسه بكل صغيرة و كبيرة بحياته لربما تصل إلى ماذا تصل إلى قضية مو حلوة تيلفون ياخذ و يفتش و أنا أرى بعض الناس و أنا شايف لها تيلفون مثل آيفون و عفوا سوني ياخذ و يطالع الرسائل المسيجات مو شغلك لربما فيه أشياء خاصة فيه أشياء بين الزوج و زوجته أو لربما الزوجة مع صديقاتها أو الزوج مع أصدقاء أو حياتها جميلة جدا مع الزوجة و الزوجة حياتها طيبة رائعة مع زوجها لماذا تفتش و تطالع به الأشياء هذه فهذه الأمور اللي تكلموا عليها يعني الأخوة قبل شوي يعني بلسه يطلع جميلة جدا و أخطرها أن بعض الناس لما يدخل بيوت بعض الناس شوفوا السلوك يعني يدخل عين التلاقط بالبيت يطالع هذا و يطالع هذا و يقلب لربما أدراج أو أرفف يفتح و يبي يطالع هذا الإنسان في بعض الأحيان الناس راح يستثقلونه يكرهونه و يشوفون الضيف عليهم غير مرقوب و ما يعزمونه عندهم في بيوتهم هذا الأمر كثرة الشك التطفل راح يعني بعدين ينتقل إلى من؟ ينتقل ترى إلى الأطفال يعني إذا الولد تعلم من بيته أنه ما يدخل و لا يفتش في الأغراض و الأم تنبهه و الأبي نبهه هذا لما يدخل في بيوت الناس راح يتعلم على هذا السلوك لكن إذا تعززت عنده هذه القضية شلون؟ الولد راح عند بيت عمه بيت خاله لما يرجع الأم مثل استجواب عندها تعلمه على طبيعة ماذا؟ طبيعة التطفل فضولي لازم تقول لي كلها الأمور بسبب ماذا؟ طبيعة الأم أنه عندها تقول لي لا تخش شيء عن أمك هذا الأمر لما يوجد عنده حتى توصل لأنه قول لي أنه أبوك شنو سوى لما راح عند ربعة لما راح عند أمه و أبوه لربما الزوج يعلم الأبن أمك وين راحت مع منه قعدت منه شافت منه كلمت اش قالت حق فلانة اش قالت حق فلانة يلقن الولد كل صغيرة و كبيرة على الأم هذا التطفل هذه الانكشاف الخصوصيات يجعل الحياة ماذا؟ مضطربة و تخيلوا أولادكم يراقبونكم تخيلوا الأطفال يفتشون عن الأمور الخصوصية عندكم الزوجة تحث أو الزوج يعلم الولد أو يعلم بنته اش سووا وين راحوا شنو كلوا واش قعدوا لكن الانسان لا بد أن يجعل حياته ماذا؟ في أمور مشاعة مذاعة و الله شوفوها عادي عندي لكن كل واحد فينا و أنا أقول كل واحد فينا عنده خصوصيات و لهذا ما تشوف إنسان عنده محفظته يجعلها مفتوحة أمام الناس لماذا؟ أمرنا بقفل البيوت الخصوصية غرفة النوم حتى عندك أوراق الخزنة اللي نسميها التجوري فيها أشياء خاصة لك هذه طبيعة بالإنسان لكننا نواجه طفيليين فضوليين إنسان يدس أنفة و يحشر نفسه في كل صغيرة و كبيرة في حياتنا هذه قضية غريبة و خطيرة و لهذا النبي صلوات ربي و سلامه عليه حذر و نهى و نبهنا على قضية ماذا؟ قضية أن من ستر عورة أخيه ستر الله عورته في الدنيا و الآخرة حتى لو سبحان الله أنت جار صاعدت عدل شيء على سطح بيته و عينك طاحت لا شعوريا من غير قصد و الله ما في ترتيب على هذا الأمر على بيت جارك استر لو ربما شفت شيء لربما رأيتم في أمر ما يليق أنك تراهم فيه لا استر عليهم لا الأمر الأشد أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندنا؟ قال لنا من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه شيء ما يعنيك ولا يفيدك ولا يضرك ولا لك علاقة فيه اتركه ولا تفتش بعض الناس لما يترك اللابتوب يواحثان لازم يقلب و يطالع ترك جهاز لا بد أن يفتش فيه الإنسان لربما أجلكم الله بيدخل الحمام ترك أغراضه شغلة على الطاولة لا هذا ما يرتاح لربما تيرفون الرن مو شغلك أن تقول بس نبهى قلوا الله تيرفون الرن أنا ما أرد ولا أشوف الرسائل لربما إنسان يدخل يطرق باب بعض الناس بيتهم يوقف عند الباب حتى يطالع شنو داخل البيت لا الشرق أمرنا أننا نأخذ ذات اليمين ذات الشمال حتى لا ننظر إلى أهل الدار فهذا الأمر أنه صلى الله عليه وسلم قال لنا من حسني إسلام المرء يعني من تمام إسلامه ومن كماله ومن حسنه أنه يترك ما لا يعني شيء ما ينفعك ولا يضرك اتركها لا تصير طفيلي فضولي ملقوف في هذا الأمر فما بالكم في الحياة الزوجية الزوجة راحت معزومة الزوج لازم يسأل عن كل صغيرة كبيرة منه معاش منه اللي قعد وين رحته وين يعته الساكل يوجد أمور خلاء خصوصية للمرأة أو المرأة الزوج سافر لازم تفتش صح سافر ولا ما سافر مع منه قاعد منه ربعك لو تتصل عليه أنت صجم هالمكان عطني منه اللي عندك وصلا ترى تضحكون ترى صار هذا الأمر ترى بحق بعض الشباب زوجتها لازم تتأكد صج وصل مع منه قاعد لا 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 أنت يمكن تخدعني لا لا أنا لازم أزورك يوم الأيام في عملك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه و النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا لا تجسسوا ولا تحسسوا التجسس على أن الإنسان ينظر إلى شيء يفتش لا التحسس ماذا يستعمل حتى يروح و يوصي و يطالع يعني كل حواسة يستعملها أن يكتشف الشيء اللي خشينا عنه من الزوجة أو من الزوجة هذا الأمر في حياتنا موجود في حيات بعض الناس موجود لربما من هذا الصديق لربما من هذا الزميل في العمل لربما من أقرب الناس لك البعض يطالع البعض ما يغض طرفه يعني ترى غضة النظر ترى مو بس عن النساء أو المرأة نظرها عن الرجل لا لا حتى في الأمور اللي ما ينبغي أنك تشوفها غض بصارك و من هذا يعني لما قالوا أن الأخلاق يعني تسعة عشر الخلق في التغافل و التغابي يا زوج طنش عن الزوجة و يا زوجة أن مرات الزوج لربما تأخر فعل شيء عنده أوراق لا تنبشين و لا تفتشين خلي الأمر فيه ماذا؟ فيه خصوصية مع هذا الأمر و أخطر هذه الأشياء اللي يدمر علاقتنا الزوجية و يدمر بيوت بأكملها بعض النساء أنا أقول أتكلم عن النساء الآن و هذا موجود حتى في الرجال في الأمور الزوجية بينهم ما تشوف في حرج شفيها؟ هذا الشيء صار تتكلم عن خصوصيات بيتها و على وجه الخصوص اللي صار في غرفة النوم حتى و سامحوني على الكلمة في أمور الجماع تقعد مع صديقاتها مع زميلاتها لا و في العمل و تتكلم من الألف إلى الياء كل الشيء تقول عادي شفيكم؟ هذا الأمر طبيعي و النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس يمنزله عند الله الرجل يفضي على مرأته و المرأة تفضي إليه و ينشر سرها بين الناس هذا شر الناس عند الله سبحانه على يوم القيامة سر خصوصية بينك و بين زوجتك و تشوفهم داخل البيت و فوق و غرفة النوم و قافل الباب و مع هذا يطلع بعدين مثل المذياء ما عنده خصوصيات ما عنده أسرار كل شيء صاير ببيته يروح ينقله و يتكلم فيه و هذا الأمر شنو بعد؟ هذا الأمر نشوفه مع بعض الأزواج مثل ما نقول حبيب أمه كل شيء صار ببيته مع زوجته من فرح من زعل شنو غداهم شنو الشيء ما عنده خصوصيات و يروح ينشرها عند أمه و الله سوينا كيف و فعلنا كذا و المرأة تبتل بس شذي و رح شريت لها شذي و المرأة زعلانة و المرأة كذا و الزوجها تحس أن بابها مكسور مفضوحة ما عنده خصوصيات زوجها كل شيء بحل جرح يقول لحق أمه لا و العكس هل بنت متعلمة تعلمت منه يا صغيرة مع الأم و الأم علمتها أن أي شيء يصير يقول ليلي فأي شيء صار رفعت السماعة يا يمه كيت و كيت و كيت و الرجل يطالع كل أسراره بيت عمه عند عمته و اللي عند أهلها وين الخصوصيات فينفر و يكره يقول أنا أروح لهم كل شيء مفضوح ماكو شيء ببيتنا يعني الزعل وارد الخصومة واردة بين الزوج و زوجتها لكن تأتي المرأة ما تضم بيتها و لا تستر على أمورها و لا على الخصوصياتها و لا الزوج يفعل هذا الأمر حياتنا صراحة غريبة جدا و لهذا أتذكر أن أحد الصحابيات أم سلمة لما أنا استأخر عليها قالت لها إلى أين قال كنت في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له و ما هي قال إنه سر فقالت له اكتم سر النبي صلى الله عليه وسلم الأم تعلم ولدها سر و لا معا للنبي صلى الله عليه وسلم اكتم السر فإذا الأم علمت الولد الأم علمت بنتها الأبو علم ولده في خصوصيات شيء خاص بينك و بين زوجتك لا تنشر لا تتكلم يجعل البيت ماذا والله هادئة و الزوجة إذا وثقت أن زوجها مشاكلهم بينهم بين بعض في البيت في غرفة النوم يتزاعلون لربما ترتفع الأصوات لربما أمور أكثر أو أقل لكن يدرونها يحتوونها ما حد يدري عنها سبب كبير جدا لعلاج هذه المشاكل لكن تخيلوا مشكلة صارت بين المرأة مع ولد عمها زوجها راح توصلت حق أمها الأب والأخوان و هو وصل و أنت الحل المشكلة ما دام تدخلوا أطراف أجنبية و انكشفت الأسرار و ما في خصوصيات أقول ضاع البيت و ما تتوقعون بعد ذلك الصلح لأن النفوس كلها اللي بره فسدت شون الزوج راح يتصالح مع زوجته فهذا أمر مهم جدا أحباب الكرام في هذه القضية ليس كل ما يعلم يقال فهذه قضية مهمة نتبهوا لها و لنتكملها معاكم بعد هذا الفاصل كونوا معنا أحباب الكرام بسم الله الرحمن الرحيم سبيعي جدا فالسؤال المهم عندنا أحباب الكرام شلون نبني جسور من الثقة في حياتنا الزوجية الزوج مع زوجته الزوجة مع زوجها حتى مع الأولاد شلون نعزز ثقافة ماذا الوضوح و أن هناك خصوصيات ما نمد النظر و لا اليد و لا التفتيش عنها شلون تصير حياتنا منضبطة و ما شاء هي صراحة مع أن الإنسان يحتفظ بخصوصياته و تصير الحياة الزوجية سعيدة و جميلة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى أول الأمور هذه عدم التكتم على الأمور المتعلقة بالحياة الزوجية أول أمر يجعل حياتنا الزوجية سعيدة أن الزوجة ما تكتم عن زوجها أي أمر يتعلق بحياتهم الزوجية مشكلة مع الولد مشكلة لربما طارئة تمس البيت لا تبلغ الزوج و الزوج عنده شيء مع زوجته يبلغها فالأمور تصير واضحة فيه نقاش فيه حوار فيه كلام على ما يتعلق في ماذا في محيط الأسرة شيء صار لي بالدوام ما لا داعي أن أقول للزوجة و أقول لها كل شيء أو لربما الزوجة في عملها أو بينها و بين أختها أمر عادي أختت بها بشغلة توصلها مشوار استأذنت من الزوج و راحت و وصلتها هذا الأمر ما يخص الأسرة ولا يخص الزوج ولا له علاقة بحياتهم الزوجية فهذا لربما يكون خصوصية للمرأة أو أختها عندها مشكلة فرطا مضايقة من شيء في عملها و استشارة أختها فما لا داعي أن الزوجة تقول حق زوجها كل شيء يتعلق باختها من مشكلتها في العمل فأقول في البداية من الأمور لتبني جسور من الثقة و الحب و الود و تمنع عن التطفل على الخصوصيات أقول لا تكتبون شيء يتعلق في حياتكم الزوجية الأسرية مع الأولاد الأمر الثاني لا يأتي الزوج و يلح على الزوجة عن كل صغيرة و كبيرة بحياتها أو المرأة تصير تمصر ملحة على الرجل إلا تقول لي إذن في شيء بيني و بين أمي شيء بيني و بين أختي في شيء بيني و بين أخي في شيء في العمل فالمرأة تلح و تلح لما تضايق الرجل و البعدين لما يكشف هذا الأمر يضايقها و ليش و يا ريتك ما قلت لي لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤك